الرقابة الإدارية عملت عملية بحث ودراسة لأن في ناس عندها عربيات فارهة واحد عنده عربية مرسيدس ولا بإم ولا غيره ولا عربية شروكي ولا واحد تاني عنده بيت ساكن فيه وبيت تاني ملكه مأجره أو سايبه فاضل واحد عنده حيازة زرائية عنده أرض مالك يعني عنده أطيان لا يستحق هذا أو زاك أو تلك سلع مدعم فالمفروض هو طوعية يروح يقول لإدارة التموين أو تضامن أنا لا أستحق والتموين تقولون متشكرين لكن محدش بيعمل كده خلاصة يعني نحاول نقول الثقافة والوعظ لكن محدش بيجي غالباً إحنا الوعظ لا يؤثر في الناس فبالتالي الرقابة الإدارية بتتحرك وتشوف مين اللي أستحق ومين ما أستحق وشو أمدت وزارة التضامن والتموين ببيانات البعض اللي لدينا لا يستحقون حصل إيه؟ وفرنا من خلال إجراءات رقبية 2.8 مليار جنيه في الشهر يعني حوالي 14 مليار جنيه في السنة 14 مليار جنيه في السنة كانت فلوس بتروح لدعم الناس لا تستحق يا مصريين لما تلاقي واحد ملياردير يعني عنده مليارات يعني وتلاقي وقف عربيته ألفارها وقف محطة البنزين بيمون بنزين زيه زي الراجل اللي سأتوكتوك زيه زي الراجل اللي عنده عربية أجرى مش عارف كام نفس السعر مين اللي بيستحق الدعم ومين ما يستحقش الدعم وفي الآخر فلوس الدعم دي رايحة من مين فلوسه المصريين فبالتالي لما أقول مين يستحق ومين لا يستحق محتاجة إجراءات ومحتاجة حوكمة ومحتاجة ميكانة ومحتاجة رقمنا محتاجة الدولة يبقى في عارفين مين عنده إيه إمتى كام عشان كل واحد ياخد حقه تمlexة جدا اشعر